صباح الخير هيثم إلك ولجميع السادة المتابعين يعني في الحقيقة عاد اليوم طلبت المدارس إلى مدارسهم والتحقوا فيها وعادت سارية العلم ترفرث في كافة مدارس محافظة الزرقاء وأيضا كافة مدارس المملكة في الحقيقة يعني هناك كانت ترتيبات كبيرة على مدار الأشهر الماضية لعودة الطلبة إلى المدارسهم الحكومية وكان هناك أيضا ترتيبات تتعلق في هجرة الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية نتحدث في تربية الزرقاء الأولى ما يزيد عن ألف طالب وطالبة جاءوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية وهذا بالتأكيد يشكل عبء إضافي على وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم في المحافظة مما يعني يضطرهم إلى إيجاد خطط وبدائل جديدة سنتحدث فيها بكل تأكيد مع مدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور رحمد عياصر دكتور أحمد صباح الخير يعطيك العافية يعني كل عام أنتم بخير نقولكم اليوم وبنحب نحكي اليوم يعني عن أعداد الطلبة التي تحقوا في مدارسهم أعداد المدارس أيضا إذا كان هناك شعب أيضا تم استحداثها وخططكم يعني في موضوع هجرة الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية ما يزيد عن ألف طالب بحسب معلوماتنا صباح الخير أخي محمد وكل عام وأنت والوطن وقائد الوطن وطلابنا الأعزاء بألف خير وكل شكر وتقدير لقناة رؤية التي دوما على تواصل معنا في كل أمورنا التربوية اليوم كما ترى نحن في مدرسة المغيرة بن شعبة الثانوية للبنين وها هي فعليات الطبور الصباحي تبدأ منذ اليوم الأول أحب أشير أن كل مدارسنا الحمد لله رب العالمين على جاهزية عالية لاستقبال أبنائنا الطلبة وكان منظر بهيج هذا اليوم عندما أرى أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات وزملائي وزميلات المعلمين والمعلمات المديرين ومديرات المدارس يعودون إلى مدارسهم والحمد لله رب العالمين تم استلام وتسليم الكتب المدرسية لأبنائنا الطلبة تم تزويد المدارس بالمقاعد المدرسية خاصة أن نتحدث عن الزرقاء الأولى هذه المدينة طبعاً الزرقاء الفسيفسائية مدينة الجند والعسكر والتي فيها أيضاً أعداد كبيرة من الطلبة عندما نتحدث عن الزرقاء الأولى نتحدث عن 102 طالب وطالبة في المدارس الحكومية وعن 27 ألف أيضاً طالب وطالبة في المدارس الخاصة هناك عندنا 149 مدرسة حكومية وعندنا 9 مراكز للأشقاء الطلبة السوريين تم تجهيز كافة مدارسنا بأمور الصحة والسلامة العامة أيضاً عندما نتحدث عن المقاعد المدرسية هناك أيضاً ضغط كبير عندما نتحدث عن ألف طالب أو ما يزيد عن ألف طالب أتوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية ونحن حسب قانون التربية والتعليم نستوعب هؤلاء الأعداد هل سيكون هناك استحدات لشعب أم فترات مسائية؟ نعم يا سيدة هناك ضغط كبير عندنا على القبول لذلك تم زيادة عدد الشعب الصفية في كثير من المدارس أيضاً رياض الأطفال عندنا مية و45 شعبة رياض أطفال بواقع حوالي 3500 طفل وطفل التحقوا هذا العام أيضاً تم استحدات 19 شعبة رياض أطفال وهناك أيضاً ضغط تم استيعابه من خلال تحويل بعض الشعب الصفية إلى صباح مسائي فالحمد لله رب العالمين تم استيعاب كافة طلبتنا بدأ أشكر وزارة التربية والتعليم ومثل معالي وزيرنا الأكرم للتالي دكتور عزمي محافظة وعطفة المناء العامين على الحقيقة الجاهزية العالية والتي أتاحونا الفرصة أنه يكون هذا العام منذ البداية وخاصة أنه تم تقديم العام الدراسي وهذا من صالح أبنائنا الطلبة في هذه الخطوة أيضاً تشكر عليها وزارة التربية والتعليم من الجدير بالذكر أخير وستاذ محمد أنه هناك توجه نحو التعليم المهني وهذه ذمن توجهات سيد ومولاي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين المعظم وولي عهده المحبوب وهذه أيضاً بصمة لمعالي وزيرنا الأكرم بأنه تم هناك إضافة اللي هو تعليم المهني والتقني وتم توزيع الطلبة بعد الصف التاسع الأساسي عندما نتحدث عن زرقاء الأولى نتحدث عن 45 شعب بواقع ألف طالب تم توجههم إلى التعليم المهني ضمن تخصصات ست ألا وهي الهندسة الزراعة، التجميل، الآي تي، الأعمال، وظيافها الفندقة وأيضاً نتحدث عن تخصص جديد في مدرس حي الضباط وهو الفرع طبعاً الفندقي للطلبة وهذا لأول مرة يكون في الزرقاء الأولى أيضاً نشاهد مثلاً هيثم الطابور الصباحي في مدرسة المغيرة بن شعبة الذي بدأ منذ ساعات الصباح الباكر وكما ذكر نعم، إذن شكراً لمرسلنا محمد أبو علوان من الزرقاء شكراً لإلك وشكراً لكل المعلومات الأدمت لنا إياها وهلا خلين ننتقل لحتى نعرف أكثر عن الأجواء في المفرق مع زميرنا شادي ألوهيبي صباح الخير شادي وأكيد عم نستنى منك تطلعنا على آخر الأخبار والأوضاع كيف عم بتكون شادي ألوهيبي زميلنا من الزرقاء صباح الخير من المفرق عفواً صباح الخير ليلى نحن من المفرق بداية أنا لا يسعد صباحكم جميعنا صباح العودة للمدارس نعم قرابة 54 ألف طالب وطالبة في قصبة المفرق اليوم توجهوا إلى مدارسهم بالإضافة إلى 170 مدرسة حكومية في هذه القصة لواء قصبة المفرق و 15 مدرسة للطلبة السوريون حقيقة ما رصدناه اليوم صباح اليوم كان هناك توافد كبير للطلبة خصوصا في هذا اليوم بعد عطلة وجيزة كانت لأبناءنا الطلبة اليوم سيتم استلام الكتب لهذه الطلبة إن كان في البادية الشمالية الشرقية أو البادية الشمالية الغربية أو لواء قصبة المفرق حقيقة كان هناك استعدادات كبيرة لدى ثلاث مدريات التربية التابعة لمحافظة المفرق منذ بداية العطلة الصيفية وموضوع صيانة المدارس بموضوع تجهيز الكتب بموضوع أيضاً صيانة المقاعد الدراسية وللحديث أكثر ينضم إلينا مدير تربية لواء قصبة المفرق الدكتور أسامة الإجدفاء الدكتور بداية الله يسعد صباحك يعني كان لنا متابعة حثيثة بموضوع جهودكم التي بذلت خلال العطلة الصيفية نتحدث بهذه الجهود حقيقة نرحب فيكم في قناة رؤية وأهلاً وسهلاً فيكم دائماً تتابعوا الشأن التربوي اللي تم عمله وعمل تجهيزات كبيرة جداً حقيقة والاستعداد مبكراً في مديرية قصبة المفرق من حيث صيانات يعني صيانات الخفيفة أو من حيث صيانة المقاعد المدرسية أو من حيث حقيقة الكتب المدرسية والآن حقيقة الكتب المدرسية تتسلى إن شاء الله اليوم إلى جميع أبناء الطلبة وأيضاً تم توفير جميع الكوادر التعليمية الآن جميع مدارسنا الكوادر التعليمية الموجودة فيها جاهزة بحيث يبدأ إن شاء الله يكون يوماً دراسياً منذ اليوم الأول عام دراسي منذ اليوم الأول عام دراسياً يوم دراسي فعلي لجميع أبناء الطلبة تحدث اليوم بالأجواء الحارة يعني كما نشاهد هناك ثلاث مراوح ما هي تجهيزات في المدارس أخرى؟ يعني حقيقة أغلب مدارسنا وكل مدارسنا مجهزة بالمراوح اللي في هذا ويوجد بعض مدارسنا حقيقة مجهزة بمكيفات أو بنظام تكييف ضمن طاقة شمسية لكن لكل مدارسنا هي مجهزة ضمن المراوح اللي ممكن توفر نوعا ما أجواء مناسبة لأبناءنا الطلبة هل خطة موجودة لتسليم جميع الكتب لجميع الأبناء الطلبة اليوم؟ نعم اليوم جميع أبناءنا الطلبة سيستلموا جميع كتبهم في هذه الحالة وتم تأمينها في خلال الأيام القادمة وتم عمل أيضا أنا بقول غرفة عمليات على مستوى مدرية قصبة المفرق وهذه غرفة العمليات جاهزة لاستقبال أي ملاحظات من أولياء الأمور من أجل معالجتها في أي لحظة من اللحظات أشكره دكتور الله تك العافية كمان في حصة يعني ليلى وهيثم لأبناءنا الطلبة اليوم يعني جميعهم على مقاعد الدراسي وهذا اليوم هو يوم سعادي لهم طبعا الحين اليوم كيف شعورك في أول يوم دوام؟ طبعا مبسوطي أن اليوم التقينا بزملائنا التقينا بمعلمينا نكمل مسيرتنا العلمية بشكل عام بهذا اليوم إن شاء الله طبعا عرفيني من نفسك وأي صف؟ أنا علي محمد الشديفات من الصف العاشر طب يحكيني اليوم يعني خلال العطلة الصيفية شو استغلت العطلة؟ استغلت العطلة يعني مارسنا الرياضة مارسنا بعض الهوايات اللي إحنا نسويها ممكن طورنا مهاراتنا في القراءة والأشياء هذه لا تك العافية كمان نأخذ الطالب هون عرفني باسمك؟ أنا الطالب حمزخ والده من مدرسة الملك عبدالله الثاني التمييز ونعم حكي لي اليوم كيف الأجواء في أول يوم لعام الدراسي وهل أنت متشجأ لهذا اليوم؟ صراحة مبسوط يعني لرجة العام الدراسي ومبسوط لرجة المدرسة مبسوط أني شفت المعلمين مرة ثانية ومبسوط أصلا كمان عشان أني شفت صحابي الطلاب عشان كمل مثلا معها كزميلي مرسيرتنا العلمية التوفيق والنجاح نعم هيثم وليلا يعني احنا سعيدين جدا اليوم بهذا اليوم بتقطيتنا في مدرسة الملك عبدالله التمييز لواء قصبة المفرق حقيقة الاستعدادات احنا رصدناها قبل أيام وقبل أسبوع استعدادات كبيرة إن كان من الصيانة إن كان من تجهزات خصوصا في هذه الأجواء الحارة المراوح نعم إذن شكرا لوجودك معنا زميلنا شادي الهيبي من المفرق وأيضا زميلنا محمد أبو علوان من الزرقاء شكرا للكم أكيد نتمنى يعني بداية عام جديد سعيد ومفيد وفي العديد من خليل نحكي المهارات والعلم اللي رح يكتسبوها خلال هذه السنة الدراسية الجديدة لكل طلابنا في المملكة الأردنية الهاشمية